القصر الأموي أحد القصور الأثرية القديمة المشيدة على الجزء الشمالي لقمة جبل القلعة في العاصمة عمان المزيد في التقرير التالي يعد القصر الأموي من أهم المواقع الأثرية في الأردن في الطرف الشمالي لجبل القلعة والذي اتخذ منذ القدم كمقر لحكم العديد من الحضارات المتعاقبة على المنطقة كالعمونية والرومانية والبيزنطية والأموية وبنى الأمويون بقيادة اليزيد بن عبد الملك القصر على أنقاض تعود للرومان الذين كانوا يغطنون المنطقة خلال القرنين السادس والسابع الميلادي هذا القصر كتصميم هندسي لهذا المكان هو بالسابق كان يستخدم من قبل البيزنطيين لأن المخطط التنظيمي له يمثل تقاطع صليبي أثناء قدوم الفترات الأموية والإسلامية قاموا بإعادة ريوز نسميها إعادة استخدام هذا المكان بالفترات الإسلامية ويتألف القصر من عدد من الحجرات ذات الشكل المستطيل المفتوحة على بعضها ويعلو وسط القصر قبة ذات شكل هندسي جذاب ويحيط به العديد من الأنقاض الأثرية كالبرك وأعمدة وحجارة كبيرة ومعبد هرقل وكنيسة بيزنطية وأهم ما يميز القصر بأنه لا يحتوي على أي تمثيل حيوانية يقصد الموقع العديد من السياح والزائرين من مختلف الجنسيات للتعرف على الحضارات القديمة التي عاشت في منطقة جبل القلعة هذا المكان مذهل وخصوصا ما فعلوه منذ ألاف السنين وكيف أنهم كانوا قادرين على إعداد قنوات مياه وأنظمة وهذا شيء مذهل والزائر للقصر الذي يخرج يجد بجانبه بركة قديمة والتي كانت تزود السكان بالماء وقت الحاجة وهي بركة واسعة ومستديرة الشكل ومحفورة في الصخر لتجمع المياه في فصل الشتاء ترجمة نانسي قنقر